العراق صاحب علاقات جيدة مع كل هذه الأطراف المتنازعة التي تحدثنا عنها وهو على خط التماس البعض في العراق يقول بما أننا أمامه تعدد للمحاور المملكة العربية السعودية بدأ واضحاً المحور الذي تتجه إليه دعونا نتجه إلى المحور الروسي الإيراني الصيني لكي لا نقف و لا نبقى في الوسط لأننا في الوسط سنكون تحت الضغط من هذا الطرف أو ذاك لكن في نفس الوقت البعض يحذر من أزمة الدولار والبنك الفيدرالية الأمريكي ومبيعات النفط والدولار في يد الولايات المتحدة وبأن علينا الانتباه إلى خطر إلى هذه المسألة ويجب أن نبقى مع المجتمع الدولي لأن هذا النظام السياسي بني بعد 2003 لكي يكون مع المجتمع الدولي وبغيرها من هذه التفاصيل العراق على خط التماس أين مصلحة العراق من كل ما يجري هنا من هذه الصراعات الجيوسياسية الخطيرة؟ حجم العراق سياسياً في هذه الأزمة هو صغير جداً العراق مرتبط اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً بالولايات المتحدة الأمريكية أي محاولة للتغيير السياسة العراقية باتجاه الروس والصينيون بشأنه أن يأخذ العراق إلى كارثة لا تحمد عقباها الانهيار الاقتصادي للعراق لن ينفع أحد لن ينفع العراقيين ولن تستطيع روسيا أو الصين بدعم العراق اقتصادياً لكي يقوم العراق بالعودة مجدداً الصين لو استطاع الدعم إيران ويقاف الدعم الصيني لإيران محدود جداً والدعم الروسي لإيران محدود جداً لم يستطيع الدعم الروسي والصيني لإيران بمساعدة العملة الإيرانية أو دعم العملة الإيرانية أو دعم الاقتصاد الإيراني مهما كانت روسيا هي روسيا أيضا اقتصادها منهك واقتصاد ضعيف واقتصاد تعرض لكثير من المشاكل في السنوات السابقة هناك الكثير من البنوك أفلست والكثير من الشركات قامت بالخروج من روسيا إذن هناك طرف رابح اقتصادي هناك طرف قوي اقتصادي أنت مرتبط فيها العراق وهناك طرف اقتصادي ضعيف العراق لا يوجد له أي ارتباط اقتصادي معه لا يوجد لدينا ارتباطات اقتصادية مع روسيا لا يوجد لدينا ارتباطات اقتصادية ولكن لا يوجد لدينا دعم اقتصادي من الصين أي أن الصين لا تساعد العراق اقتصادي أو أنها لا تقوم بدعم الاقتصاد العراقي ولكن من يقوم بدعم الاقتصاد العراقي هم الولايات المتحدة الأمريكية شئنا أم أبينا ارتبط العراق بالدولار وارتبط العراق ببيع النفط بالولايات المتحدة منذ 2003 ولا حد هذا اليوم جميع الأموال تغزم في بنك بحساب العراق في الولايات المتحدة تحت سجدارة البنك الفيدرالي الأمريكي زين إذا فلوسنا عندهم شلون نقدر نصير ضدهم؟ جيد يعني بأي طريقة يعني ما ممكن أنت واحد لازم الفلوس بالكامل الفلوس اللي عندك اللي بجيبك هو لازمها عنده شون تقدر تصيب